السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله لا يستحقو فى اليرت دوا informação وهده هو تنبههم اليوم اللي قا الله فهده الدولم هذا اللي كيكون فى الحق ديال المرأة و العق ديال البنات ولا كيكون شو خو قوي بعض الاحيان ايسين عند منذ فرنك ايصار 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 ضعيف كحية الأخوة ديالو خليهم مكرفس وهذا مهمة والستدي الكريم في هذا الموضوع هذا الله يريد عليك بيتنبهنا الناس بيتنبه بعض الناس اللي يديروا هذه الحالة نبههم اليوم القيامة الله يريد عليك وكنش ترك بالزاب والله يستر أمرك والله يزيلك في خير عنا في الدين والأخيرة يا ربي يا كريم بارك الله فيكس عزيزي شكرا لك وحيك الله وبرك الله لك في زوجتك وأولادك أسأل الله تعالى أن يرزقكم السعادة ويرزقكم الهنى والموضوع اللي ترتيه العزيزي القضية للإرث إن شاء الله نفرد له حلقة خاصة هي كإشارة خفيثة أن المسألة للإرث هي عند علاقة بالمال والصراع بين البشر يكون على المال أولا ثم يكون على أشياء أخرى المال والعرض وغيرها وربنا عز وجل تكلم عن حب الناس للمال لهو سبب الصراع ماذا قال؟ قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الصراع للبشر يقوم على المصالح والمصالح عنوانها المال لهذا ربنا عز وجل حفاظا على المجتمع المسلم وعلى الأسرة المسلمة قضية الإرث وهو مال يتم نقله من أب إلى أولاده عن طريق الوراثة هذا المال الله تعالى تكفل به ولم يترك فيه اجتهاد المنظومة للإرث هي منظومة هي مغلقة ما فاشل اجتهاد وخدم الآن مع ديرتان الناس اللي كيسعوا في المدونة وكيطلبوا بالتغيير والإصلاح أي نعم نحن كلنا مع التغيير ومع الإصلاح ولكن مع دائرة المتغيرات أما دائرة التوابت فهذه لا إصلاحة فيها الإرث تقريبا جله إذا لم نقل كله هو دائرة مغلقة الله تعالى قسم التاريكا وقال للذكر له كذا وللأنتها كذا وإذا كانت تعدد الإنة بنتين فما فوق لهم كذا وكذا والأم لها كذا والزوجة لها كذا إن كذا له أولاد والزوج له كذا إن لم يكن له أولاد والأخ الشقيق يعني واحد المنظومة هذا النصف وهذا الربع وهذا السودس وهذا التلتاني كل واحد رب يعطاه النظام دياله وهذا أعطاه حجب حرمان وهذا حجب نقصان وهذا أعطاه الله عصابة وهذا ذلك وحد النظام ومشي معنى هذا أن فقهاء الأوائل لم يكنوا على علم ودراية أرى فقهاء الأوائل إحنا رأى عيال أمامهم فقهاء الأوائل من أبناء الأمة الإسلامية كانوا علماء وكانوا أجلاء ووضعوا منظومة متكاملة ديال الإرث والناس ده بل اللي كتلقم كيزعموا على الإرث أرى في الغالب كنا أرى وحد مجموعة منهم أرى مش علماء رغير أنصف علماء أو ربما متقفين ثقافة صحفية ولكن مشي ثقافة شرعية أصيلة لأن الثقافة الشرعية الأصيلة أول حاجة كتلقى في عالمة الهيبة يهابو أن يتحدث في مثل هذه المواضيع شريعة الرحمن قوية وللأسف كتلقوا بعض الناس كيستغلوها التغارات وكتلقوا بعض العائلات الذكور لا يحترمون حقوق النساء خصوصا في القرى والبوادي كتكون المسكينة ديك المرأة أو ديك الأنت دائما محقورة حتى دك النصف اللي يقعها الله تعالى كي يخضوه لها وكيحرموها لاش؟ كيتبعوا أعرف كيتبعوا أعرف وكيتبعوا تقاليد ديال المجتمع القراوي ديالهم في المدن كالقونس كيتبعوا ما يسمى بالثقافة الكونية أو القيم الكونية ربما القيم الكونية احنا معها لكن ليس كلها لأن بعض القيم الكونية ربما وضعها بعض الناس عندهم فكر إما هندوسي أو بودي أو أزرادشتي أو لاديني أو الله أعلم بهم نعنى نتقاسم معهم ما هو متفق بيننا وبينهم أما القيم الكونية لغة تدعو إلى الشدود أو تدعو إلى المساواة بين الذكر والأنت في الإرت هذه قيم كونية بعيدة عننا لا بد من احترام الخصوصية كما أنهم هم في بلادهم يدعون إلى احترام خصوصيتهم المشكلة الكبيرة لعدنا في المجتمع ديالنا هي تقافى التقاليد والعادات في بعض القرى وفي بعض البوادي يتم إقصاء المرأة يقول لها مثلا هي ما تأخذ الأرض مالك يقسم التاريكة يقول لها نعطوها التروى العينية إلا خلى الواليد شي فلوس كنقسموها معهم إلا خلى شي غنم كنقسموها معهم الأرض ما تدهاش الأرض ما تدهاش الأرض أنت يغدي الأرض خطنا أتعطى لواحد الرجل غريب زوجك غريب عنها وكيقول لها سيري مع زوجك وأرضك هي عدنا وجعدنا التقليف في العطلة جيت تأكله وتشربه وتباتي وتنعسي هي بعض الهائلات كتجيهم هذه بحالة نوع من الضمان وما أدي أعرف وتقاليد عبارة عن الضمان ولكن البعض ربما يستغلوا واستغلالا سيئا فيضيع حقوق المرأة فالإنسان خصولا بدي يعرف أن ما له له وما عليه عليه وربك سبحانه وتعالى نهان عن أكل أموال الناس بالباطل وقال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أربعة الأشياء تسولوا عليها ومن بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وغير يقولوا واحد الحساب عسير يوم القيامة حتى الناس على الإرت رأي الإرت غير يبقى والناس يتخاصموا وكي تجادوا أمام الله تعالى وذلك الساعة ليس هناك ترجوما وما كيش محامي ما كيش وكي الملك ومشي اللي سي تكلم ربنا قال لنا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى سيضرب اللي سيسده هذا الفم اللي عندنا هذا غير تسد ما يبقى يعد بحل حنك ما كيش الليسان وغير تكلموا ليدين اللي الدين ربي غير فيهم لسان والرجلين غير فيهم يركب فيهم الله لسان يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وذي كل حساب طويل حساب يوم القيامة طويل قال في الله تعالى يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون غير يوم واحد كألف سنة مما تعدون وفي آية ثانية قال لك خمسين ألف سنة فاصبع صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا علش ربي قال لنا ألف سنة هنا خمسين ألف سنة ذلك النظرية النسبية اللي اكتشفها إنشتاين كل واحد فينا وموقعه عند الزمن يختلف بحسب موقعك سبحانك يا جليل فانطلبوا الله تعالى لإنسان يقنع بما أعطاه ربه إلى عنده شيء أموال ما شديل يردها إلى أصحابها وكما كان سيدنا عمر ابن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيد السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لك